مرحبا البداية مع خبر استدعاء مدير المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر من قبل مدعي عام جبل لبنان الرئيسي غادعون للتحقيق على خلفية أراء خاصة أم وديع بالتعبير عنه عام وقع التواصل الاجتماعي طبعا هالاستدعاء يلي أعلن عنه وديع عبر الفيسبوك وتويتر السبب حالي من الغضب بين الناشطين الحقوقيين والمتابعين يلي أعلنوا عن تضامنه الكامل مع وديع ضد قمع الحريات يلي عم يظهر مؤخرا وعن هالموضوع خاصة وديع بالتصريح التالي اليوم الصبح استدعاني تصل فيي على الواتساب مكتب مكافحة جرام المعلوماتية تصلوا على الواتساب باتد لأنه خط اللبناني مسكر أنا مسافر واستدعوني ب 31 شهر للتحقيق حسب ما هني قالوا لي أنه بقضايا تتعلق بشو بكتب على وسائل التواصل الاجتماعي وأكيد طلبوا مني التعريف يعني كان معهم اسمي وصفتي كريس المركز اللبناني لحول الإنسان وهل استدعاء هو بناءا لطلب مدعي عام جبل لبنان العاضي غادعون أنا شخصيا لحوطر التحقيق بس اللي اللي حعمله هو اللي بنصحه لكل أشخاص باستدول التحقيق قدام هذا المكتب هو استخدام المادي سماو عرمين اللي من الأمور اللي بتسمح فيها هي عدم الإدلاق بأي تصريح لخلال التحقيق الأولي وهذا الشي اللي اللي حعمله ننتقل لتويتوري اللي كان أعلن من سنة عن نسخة مخففة من التطبيق لجميع البلدان اللي سرعت الاتصال فيها ضعيفة ليقوم بإطلاقه لاحقا لـ 21 بلد كتطبيق منفصل على متجر جوجل بلاي ليوصل اليوم تويتر لايت لـ 21 بلد آخر من ضمنهم بلدين عربية من بين المغرب، الأردن، والبنان وبيقدمها تطبيق مجموعة مميزات مثل السماح برؤية الصور يلي أنت بتختارها فقط من دون الحاجة لتحميل كل الملفات المرافقة أيضا بيمكن من حفظ التغريدات والمواضيع لمشاهدها لوقت لاحق وبيبلغ حجمها تطبيق 3 ميجابايت فقط ومن تويتر إلى إنستجرام يلي يتعرض لمجموعة انتقادات لاذعة بسبب إعلان عن تطبيق فيستيون يلي بيقوم بعرضه على صبايا تحت سن الـ 25 ويلي مهمته تصحيح عيوب البشرة على الصور قبل نشرة طبعا هالإعلان وتوجيهه للصبايا سبب إزعاج المستخدمين من ترسيخ الصورة النمطية عن الجمال وتشجيع البنات على ملاحقة المظهر المثالي وكانت أجرت المجلة الدولية لأضطرابات الأكل دراسة عن ارتباط بين المراهقين يلي بيستخدموا تطبيقات لتعديل صورهم وبين ارتفاع عدد الأشخاص يلي بيجروا عمليات جراحية تجميلية لمقاربة الحقيقة بالصور ولكن إنستجرام رفضت التعليق على هالتقرير بحجة أنه بتوافق فقط على الإعلانات يلي بتلتزم بإرشادته ومع هالخبر أنا بدي أودعكم لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستجرام سنابشات وعلى الأكيد ما تنسوا تتاج أنت هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقوله بنشرات لاحقة باي